السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنعرض لكم النهاردة تسجيل بشع للأنبى بشوي سكرتيري المجمع المقدس بيقول فيه بالحرف مريم أم يسوع إلهك يا مسيح اللي انت بتعبده كانت عايشة على الشحاتة زي ما سمعتوا كده شحاتة طبعا تعالوا نسمع كده التسجيل وفي المجمع في كفر نحوم لما قالوهم اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم خدوا على حفة الجبل وكانوا عايزين يرموفوا من فوق الجبل وكل مرة أخبار توقع القلب طبعا بعد ما المسيح ابتدى خدمته الناس اللي عارفوا ان ده هو المسيح ما سابوش العذرة ده يجب لها شوية دقيق ده يجب لها شوية زيت يعني عايشة ايه عايشة شحاتة كده انتوا فاكرين يعني العذرة شافت الليل ده ما هتعمل ايه يعني حالتها ايه عايشة شحاتة انا مش لقيت عليه ما يزعلش المسيحيين اقوله انا مش لقى كلام ممكن يتقال في الموقف ده السيدة مريم كانت شحاتة وعايشة على الشحاتة وبعد كده يجو يكلموك عن حبهم للسيدة مريم وتكرمهم لها ازاي طيب فيني التكريم اللي انت بتقول ان هي عايشة على الشحاتة لله يا محسنين لله واحنا برضو اثبتنا خلي بالكم من خلال الكتاب المقدس انجيلو قال صح تمانيا العدد ثلاثة النص بيقول ويونة امرأة خوزي وكيل هرودوس وسوسنة واخر كثيرات كنا يخدمناه من اموالهن القمص تدروس يعقوب ملطي قال الخالق لم يستنكف ان تعوله بعض النسوة القمص لوقص دروس قال ان الستات كانت ماشية مع يسوع بتصرف عليه بتأكله بيقول كده طبعا هو صاحب معروف شفاه من امراض واخرج شياطين وخلصهم فتابعوه لغاية كده كويس لكن لما يسجل الانجيل انهم كانوا بيصرفوا عليه طب ليه كده الرسل الاطهار ما كتبوش من عندهم لكن الروح اصر ان ذا يتسجل في الانجيل للخليقة وللأجيال كلها ان الستات دول كانوا بيمشوا معاه وكانوا بيصرفوا عليه يعني ببساطة شديدة كانوا بيأكلوه ما يصرفوا عليه في ايه بيأكلوه طبعا شيء مزهل جدا يكسف انه يتقال عن المسيح انه الستات دول كانوا بيصرفوا عليه لكن دي مسارته هو الخاصة هو مبسوط بكده ومراجع مسيحية كتيرة كنت تناولتها في حلقة ان الخالق لم يستنكف ان تعوله بعض النسوة وممكن ترجعوا للحلقة كاملة تشوفوا فيها الكلام ده بل وعرضت كلام للانبا جروجوريس وهو اسكف في الكنيسة الارثزوكسية قال ان يسوع كان عايش على صدقات المحسنين الهك يا مسيحي كان عايش على صدقات المحسنين بالله عليك انتم انتم ازاي متقبلين الكلام ده ويطلع شخص رخيص يقول ان القرآن اهان مريم ويزعم انه اسوأ ما كتب عن مريم كتب في القرآن القرآن يشوه سمعة العزراء واسوأ ما كتب عن العزراء كتب في القرآن هذا الشيء المدلس فين هو من كلام الانبا بشوي سكرتير المجمع المقدس اللي بيقول عن مريم عليها السلام انها كانت عايشة على الشحاتة وخلي بالكم الفترة مش بسيطة يعني من اوقت رفع يسوع على زعم النصارى لحد موتها 14 سنة عايشة كانت عايشة على الشحاتة لأ وعايشة فين عندي يحنى البشير اللي قال له خلي بالك منها يعني يعني هو كمان ما كانش بيشتجل بقى ما لو هي عايشة على الشحاتة وهي في بيته يبقى هو أكيد كان يعني كان يعني والله العظيم فيه كلام ازاي يا جماعة كده؟ قرنوا بقى ما بين الكلام اللي بيقولوا الانبا بشوي سكرتير المجمع المقدس بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله مش من المحسنين لله لا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ده كلام القرآن الكريم عن مريم أنبتها نباتا حسنا والله سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقها تكريما ليها زكريا يدخل عليها المحراب يلاقي عندها أكل يسألها منين؟ تقوله من الله سبحانه وتعالى لكن في اعتقاد النصارى والله ده أنا كنت بألف كده والمحسنين الدوني حاجة لله ده كلام الأساقف عندهم كلام مطران مطران دمياط الأنب بشوي ده كان المفروض أن المحسنين كانوا بيشحتوها حسنا قليلة تمنع بلاوك ده مين؟ ده أم الله عندك يعني أنت بتعبد إله أمه كده اللي اتنين أمامك وإنت حك معقلك شوف مين الأسوأ اللي بيتكلم عن السيدة مريم بالطريقة دي ولا اللي بيقول أن هي مقرمة في القرآن وأن رزقها كان من الله سبحانه وتعالى اللي بيقول أن المسيح وجعلني مباركا أينما كنت وبيقول أن هو كان بيشتغل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل الأنبياء كانوا بيأكلوا من عمل أيديهم ولا اللي بيقول أن النساء كانت بتصرف عليه وتدرس يعقوب مرتف تسيره للنص ده بيقول أن الخالق لم يستنكف أن تعوله بعض النسوة أنت اختار يا مسيحي تختار الكتاب ده ولا تختار الكتاب ده أنا أتارك الحكم لكم وأخيرا أنا كتبي في جزء منها مطبوع اللي عايز منها نسخ يكتب لي على الخاص على الصفحات الرسمية على الفيسبوك وبالمناسبة عشان بس محدش يقول أنت بتتربح أو أي حاجة هي دي أبحاث وعادي كل الناس بتألف كتب وتبيع عادي جدا بس هي الكتب بتاعتي عموما كلها منشورة على النت بيدي افت لو أنت مش قادر تقدر تحملها وتشتريها وإحنا أصلا كنا زمان يعني كنا بنتبعها ونديها للي محتاج حتى لو مش هيدفع أي مقابل لي ولو عايز تدعى محتوى القناة ممكن من خلال بيتريون أو البيبال أو علامة الانساب أسفل الفيديو أو التواصل على الخاص إن شاء الله جزاكم الله خير وزي ما قلت قبل كده أي مبلغ بيخش في القناة بيدخل في تطوير القناة بفضل الله سبحانه وتعالى احنا لسه جايبين الكروت يعني طبعا الكارت اللي أنا بصور به أو الكارتين اللي أنا بصور به هم الكروت دي اللي هي بتتحط في الكاميرا وبنصور به الكروت اللي كانت موجودة قبل كده كانت بتفصل وما كنتش بقدر أسجل بشكل طبيعي فجزاكم الله خير لإخوة الأفاضل اللي سهموا في اكتمال المبالغ الخاصة بالكروت لأن إحنا كان يعني فيه كذا أخ ربنا يبارك فيه يا رب يعني بعت للأمر ده وربنا يجزيكم خير ويجعل فوزان حسناتكم يا رب لا تنسوني من الدعاء ولديوف المسيحيين أتمنى أتمنى لما تيجي تعلق أعلق على الحلقة كاملة مش تاخد جملة وتعلق عليها لأن انت هتتحاسب على الكلام اللي سمعته بودنك من كلام الأباء عندك في الكنيسة ربنا يهدينا ويهديكم أهلا بكم